وجهة نظاري ما عنديش قناعة بأن الجزائر موقفة رسمي ديال احتاض نتشي مقر ولا حزب الجمهوري ولا شنو ولا ولا عاد كوش عجل نفيصال الريف ولا كالا أنا أتقول لكم بعض الأشياء في الصوصة النقاش الجزائر إذا أقدمت على هذه الخطوة ستفتح نار جهنم عليها هذه قناعة أخوتين مغاربة بمنتهى المسؤولية إذا فكرت الجزائر قصي من بالله ستفتح نار جهنم عليها وأول من سيكتوي بهذا النار هي لماذا؟ لأن الجزائر عندها مشكلة الإذنية وعندها مشكلة للطوارق وعندها مشاكل لا حصل عليها في الجنوب إذا فكرت ستفتح نار جهنم عليها هذه المغاربة ما يكونش عندكم فيها الشكل بالبت وبالمطلق إذا فكرت الجزائر لأنه مش هي تلك المغربي هذه حقيقة المغربي عنده خصوصية مش هي عن الجزائر المشكلة للطوارق والأكثر إحنا ما زال إحنا في المغرب عندنا الأمازيغ ولكن وضعية الأمازيغ عندهم مشاكل عندهم مطالب ماشي عندهم مينف مطلبي نحن معهم فيه ولكن ليس هو وضع ديل الإذنية وديل اسمي في الجزائر الجزائر بالجنوب راما طوارق مثلا مملوعة تكون رئيس بلدية مملوعة تكون في الجيش مملوعة تكون في المناصب الحساسة نحن في المغرب راحتنا مسؤولين كبار أمازيغ وريافة وأكبر واحد ماشي أكبر واحد واحد منا عملوه في الفتيتر من هنا هو ريفي وزير الداخلية عشان الداخلية الأمر يعطيه وزير لا يسمح لك الطوارق تكون رئيس بلدية في جزائر ولا تكون عسكري وحنا التاريخي الجيش فيها كله أمازيغ وتحيل إخوتنا الأمازيغ شنو حسواسة ورياف أغلبية الجيش المغربي حنا عدنا أمازيغ ما عدنا أدنى مشكلة وعدنا وزير الداخلية ياريفي أمازيغي وعدنا بوسعي باش كلي كان بسعب أسمحوا لي حيث اسمي يتكنسة ورس المنصوري كان رئيس مجلس النواب مراسيب لحساسك إذن هالفرق عاد إحنا احتضلنا وعاد إحنا الخطوة اللي دلنا في هيئة إصاف المصالحة وإن لم تكتبل هذا المشروع كما كانوا كحلموا بها عباد الله عاد زيد الأمازيغية ترسيم دياله السوريان عاد زيد العيد دياله عاد 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 علاقة ما عدنا أدنى مشكلة إذن إلى فكرة الجزائر غيرت فتح عليها باب جهنم عندها القبائل عندها الطوارق عندها المصيبة التي ما بعدها مصيبة الجزائر وجزائر ماشي شي دولة مترى اللي نقوله تاريخية عليها عاد حنا ماشي بحالهم ماشي بحالهم المؤسسة حنا في المغرب هنا يعني المؤسسة الملكية عليها الإجماع ما كيش مشكل وكين بعض الناس كين تقضوها ولعدهم وجهة نظر ديالهم ما كين مشكل ولكن بلقون اللي بغينا نقوله بشكل عام كين إجماع وكين استقرار نظام الجزائري ما عليهش الإجماع والدليل هو الملايين اللي كانت خارجة وتم القمع ديالها إذن إلا فكرة الجزائر بهذه الفكرة خطفت عليها نار جهنم أضيف إلى ذلك من اللي كان نضع لها دولة ما هي دولة شروط جغرافية شروط سياسية شروط الريف ديال هذه أخوتي المغربة أي واحد أخي كل عدوة تحضيري أعطيني دولة في الريف من اللي كانت بدا من اللي كانت شروط جغرافية جغرافية من اللي كانت ديالها يعني هذه الورقة ديال الانفصال لكن كيف تكرر بهذا الشيء نشي واحد في الجزائر فراه كيف تكرر بطريقة يعني غير مسؤولة وطريقة دون المستوى وهذا أكبر عنوان على حجم العداء ديالنظام الجزائري للمغرب يعني الجزائر كنقولها خوتنا شقيقنا كشعب ولكن مأهد الحويجه دون المستوى وزعم هذا الطريق ولو غير طرويج هذا النوع من النقاش الأمم غادر افتجاه الوحدة ما كان بين ألمانيا وفرنسا ما كان بين فرنسا وسبانيا ما بين الهند وما بين باكستان قاعد أمم توحدة إلا نحن هذا النظام هذا مع كامل الأسف ولكن نحن عافل السبب سبب بسيط جدا هو أنه الناس واكلة وشاربها فلوس الغاز وفلوس كلها كتبشي المشاريع برا فصالحهم يخلقوا هذا العدو وهذا النقاش وهذه السراعات الخاوية والنقاش حول حق الشعب الصحراوي فقط نقاش للتضويخ وأكبر دليل قاطع وأنه ما موقف الجزائر من طايوان كتقول لك وحدة الصين وضر الصريح قالوا الخارجي الجزائري يدافعون على وحدة الصين ضد الطايوان سولوه على الأكراد شنو كيقول على الأكراد تيقولك لا سيدي وحدة العراق سولوه على الباسك في إسبانيا لا وحدة إسبانيا إلا المغرب اللي ضد وحده مين هو الموقف إلا كان حق الشعوب وتقير وطايوان وشعب وأكراد وشعب ونقول والطواريق عندهم إقريم الأزوات وما عندهم حقه وقع المشاكل اللي وقع في مالي وكلها تكون نظام الجزائري وليك يخرج المشاكل ديال الطواريق إذا هذا نقاش دون المستوى نقاش العواد من الأمم قلسك تجمع قلسك تتوحد افتجاه الوحدة قلسك تخرج على هذه الخارجات هذه غير المس وأنا كنت أشاهد عيان في السجن نصر الزفزان في ماله ما النشط أنا كنت معه حكيموا باسم جلالة المالك وطبقا للقانون نشطاء الريف وقفوا قدام القاضي وكان في اللول يجي نصر الزفزاف يا دي كمان هذي كوه الحسيم ما شنو فيها شنو في لوهد الحزب ولا هذي الناس أنا أشوف أخوتين غيرهم مشي كيقول أخوفا ولا تملوقا دير حزب فكرت نفاصل فكرت أي واحد برا ولا في أوروبا شغلو مشي نقوله أنا أنت لا لا شغل هذا ولكن نقول رأيي لا مش روعية ولا دك شيء وأصلا نتنقاش عزيد عزيد لا قيمة له أنا قلت النس اللي كان عندهم في الشارع تمام شرعية وهو نصر الزفزافي وأحمجيق وجلون هم اللي كانوا كخرجون مئتين ألف وجاءوا أمام الحكمة وحكموا باسم جلالة المالك والطيب قال للقانون ما قالوا لا سيد نحن ما كان عرفوا لمالك لا حكموا وقابلوا المحاكمة وما عمرش واحد سأل لجلالة المالك ولا للدولة ولا شبك شيء كانوا كذروا على السبب الخروج ديالهم وهاكباش وهاكباش المحكامة عارضت عليهم إحداثوا نقشوها إذا هذا نقاش كافي ونقاش لا شرعية له ولا أساس له ولا 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 عاد كان عندي نقاش في القبو على هاميش دكشي نقش مع الإخوان كامل والله معمري سمعت شي نزعت منفصال عن شي واحد كين تاقدوا السياسة تقول نحن مضلومين ومع الناس وتحقارنا وداروا لنا وداروا لنا ومن حقهم ونا معهم لكن عمري لم أشميت فيهم أنا شي واحد قال لي يا دي البلاد غلن فاصلوا والله ما عمري وانت حاسب عليها أمام الله وانت حاسب عليها أمام الله كنت كنت نقلس معهم في القبو عبيناتنا كنت جمعون جمعون كنت تتافقوا على أنه كان ظلم كين 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 ولكن من مش يقول شي واحد من فيصال ولا مش ينفيصال إذا هذه كيف يفكرون بلبلو هنا المنطقة وكذا وإذا ما سنضر الوينة وسنقولي الهجرة والهجرة سنضغطونا أوروبا وشتو أوروبا وش روسيا والشيزع ونا والله أعلم ولكن نحس هذا الشيزع لا شي واحد كيف يفكر بهذا الأسلوب